كيف حبيب ايه يا رب تكونوا بخير؟ كل سنة وانتو طيبين النهاردة هنعمل شوية تفريزات عشان خاطر رمضان هنعمل بسلة بالجزر وحنعمل سبانخ وحنفرز كمان الفاصولية وحنسبك التماطم مع بعض بس لو اول مرة شوفوني انا رشا جابر ودي قناتي انزل على طول اعملوا لايك واشراك في القناة يلا بينا نشوف هنعمل ايه هنبدأ لأول ان احنا نفرز التماطم انا عندي تقريبا تمانية كيلو طماطم غسلتهم كويس جدا وانا بحاول وانا بشتري الطماطم تبقى حمرة بالطريقة دي ومستوية انا بشيل الحتة اللي فوق دي وبحطها في الحلية زي ما هي بقطعها اربعة مش مشكلة وبحط لها تقريبا ربع كوبية مية انا مش بزود المية لان هي لما هتغلي على النار المية اللي فيها كلها هتنزل هي تقريبا بتقعد تبت ساعة على النار وبتستوي وبتبقى بالشكل ده دلوقتي هجيب الهند بلندر واضراب الطماطم كويس جدا يا لو عندك خلاط اضرابي في الخلاط عادي هنضربها بس اهم حاجة نضربها كويس جدا حد لما تبقى بالشكل ده وبعد كده انا هاخدها وحصفيها آآ في مصفة ديقة عشان هتخلص من كل القشر بتاع الطماطم بعد ما هخلص تصفيت الطماطم هرجحها على النار تاني وحط لها معلقة سكر وحاسبها تغلي لغاية لما تتسبك كويس وكمية المية اللي فيها تتلع معلقة السكر اللي انا هحطها دي هتقلل حمودة الطماطم وحاسب الطماطم بقى تتسبك كويس وبعد ما تتسبك هتطفي عليها واسبها تبرد عشان اعبيها في كيس دلوقتي احنا هنعمل السابانيخ هنفرزها انا بحب اي خضار اشتريه الاول اخسله ما بحبش اقطعه بعد كده اخسله يعني المفروض ان احنا بنخسل اي خضار في الاول وبعد كده بنقطعه على راحتنا آآ بيرس السابانيخ بالطريقة دي طبعا السابانيخ آآ رخيصة ومتوفرة جدا وآآ ده قوانها يعني بتبقى مسكرة وجميلة جدا هقطعها بالطريقة دي طول ما انا بقطع كده بلم الورق من كل الجوانب وبقطع آآ طبعا بعد ما اقطع كده انا جنبي مصفة هاخد السابانيخ دي كلها احطها في المصفة صفة الصفة كويس جدا آآ ما ينفعش اشيلها مابلولة عشان ما تعملش كريستيلات المية والكريستيلات المية دي بتخلي الخضار بتاعنا يغمق ويبقى مش حلو لما نيجي نطبخه فاهم حاجة ان الخضار بتاعنا ينشف كويس جدا قبل ما نفرزه كده انا خلصي تقطيع السابانيخ وحطها في مصفة زي ما قلتلكم وحسيبها آآ تنشف على راحتها دلوقتي انا هعمل البسلة آآ بجيب البسلة وبخسلها كويس جدا وبعد كده بفرش على فوطة وانشفها فوطة تانية تمام وحفصصها زي عادي زي ما احنا كلنا مفصصها بالطريقة دي كده تمام البسلة طبعا انا كده خلاص انا غسلتها من بره مش هخسل الحبوب دي كلها مش هتيجي عليها مية لان لو انا غسلتها لما اجيب فرزها بقى هتعمل كريستلات المية لقلتلكم الكريستلات التالج اللي انا قلتلكم عليها دي فدي اللي هتخلي البسلة تترى عشان كده انا ما بخسلش البسلة خلاص من جوة نفس الموضوع في الجزر انا بجيب الجزر برضو واخسله كويس جدا من بره وبعد كده بانشفه آآ قطعه مكعبات صغيرة وما بجيبش عليه مية لان لو جيبت عليه مية وفرزتيه حيترى آآ الواحي الزمان كان بيسلق الحاجات الخضار ده لما كان يفرزه كان يجي يسلقه آآ قبل ما يتكيس ويتحط في الفريزر كنا بنديله غلوة كده عن النار آآ وبعد كده كنا نطلع كيس الخضار نلاقيه البسلة مكرمشة وصفرة ومش عارفة ايه كل ده من المية بس دلوقتي كل التفريزات بقت يعني جفة كده ان انت ما تخسليش الخضار غير من بره بتتأكده ان هو نشف كويس جدا وبعد كده بتفرزيه خلصنا خلاص البسلة هنخش على الفاصولية برضو الفاصولية بتتغسل كويس جدا من بره آآ قبل ما نقطعها وبعد كده آآ بنشفها برضو على فوطة وحط عليها فوطة تانية ونشفها كويس وبعد كده بقطعها بقاية تقطعها عادي كده زي ما انا بقطعها بميل شوية او تقطعيها آآ عادي عدلة انا بحب التقطيع دي طبعا برضو الفاصولية زي ما كنا نوعنا نشوحها على النار ومش عارفة ايه وبعد كده نسيبها تبرد وبعد كده لا الكلام ده هو خليها بتسفر وبيخليها مش حلوة وكانت بتبقى طرية دلوقتي انت بيتطلعي كيس الخضاب من الفريزر بيبقى جميل جدا وتجلد كده واحنا بنطبخها ما تبقاش طازة دلوقتي احنا خلصنا التفرزات بتاعتنا الطماطم والبسلة والجزر والسبانخ والفاصولية كله نشف ومية مية آآ دلوقتي بقى نخش على مرحلة التكييس هنخش بقى الاول هنعمل البزلة تمام انا بحب احط الجزر مع البزلة بالشكل ده انت زي ما بتحب عايزة البزلة لوحدها والجزر لوحده زي ما انت حابة انا بحب الاتنين مع بعض كده عشان اخد الكيس على طول وحطه في الحلة اهم حاجة طبعا ان احنا على قد ما نقدر بنطلع الهوى اللي في الكيس وبنضغط عليه كويس جدا وبعد كده بنخليه بالشكل ده طبعا عشان ما ياخدش مساحة مننا في الفريزر نفس الكلام هنعمله في السبانخ هنحط السبانخ على قد طبعا اكلتنا تمام كده برضو انا هيحاول اضغط على الكيس كويس عشان الهوى يطلع على قد ما اقدر وبعدين انا بستخدم الاطباق الفوم البيضة دي انا بحطهم بصراحة فيها وبالفهم بالستريتش راب بيطلع لي الهوى كويس جدا بعد كده احنا هنكيس الفاصولية هنحط برضو على قد الاكلة وبعد كده انا بفردها بالطريقة دي وبطلع الهوى تمام بالطريقة دي كويسة جدا ان هي ما بتخليش تاخد مكان كتير في الفريزة طبعش الحجم كان الكعن كده بالعكس كده انت بيتطلع الكيس مفروض ولحتى الخضار من جوه مش بيبقى لازق في بعض برضو هحطه في طبق فوم ابيض تمام ودي كيس تاني انا بحط كسين في طبق يعني كل طبق بياخد كسين تمام كده دولتي هنيجي بقى ان احنا هنعبي الطماطم اللي عندنا ان كل كيس بعمله تقريبا نص كيلو انا عندي مزانه وبوزنه تمام كده هي تقريبا بيبقوا ستة كبشات من الكبشة دي هي بيعمله نص كيلو تمام برضو الطماطم انا مش هخلي الكيس مكالكع كده لا انا هحاول افرد على قد مقدر هبطت كده بايداية على قد مقدر وبعد كده يبقى بالشكل ده لما هحطه في الفريزر برضو هحطه برضو في طبق ابيض وبردو الطبق هياخد مني كسين لما بحطه بالشكل ده ما بياخدش برضو ما كان عندي هعمل بقى كمية الطماطم اللي عندي دي كلها يبقى كده خلصنا آآ تفريزات النهاردة آآ بصراحة تغليف الخضار بالشكل ده بيخليك يشايف كل الخضار اللي عندك انت سحبتي ايه ونقصك ايه وعندك ايه فبتبقى بسهولة قوي وتقدر يتطلعي الخضار اللي انت عايزاه بعد كده انا باخد بقى كل الاطباق دي بلفها بالستريتش بتاعي كويس جدا وبردو الصف الفريزر كده احنا خلصنا تفريزات النهاردة آآ يارب الفيديو كون عجبكوا واستفدتوا منه وهستنى تعليقاتكم الجميلة آآ ولعندكم استفسار عن اي حاجة كتبها له في التعليقات آآ انا اطمنك ان طبقة الخضار هتطلعي حيبقى بالشكل ده آآ كل سنة وانتوا طيبين اشوفكم على خير الفيديو الجاي باي باي